اهلا بكم الى هذا الموعد الاخباري اليكم العنوين تجدد المواجهات بين قوات الاحتلال الاسرائيلي والفلسطينيين في باحات المسجد الاقصى وجيش الاحتلال يواصل انتهاكاته بحق الفلسطينيين بعد قطيعة مع الرئيس الروسي لقاء مرتقب بين بوتين وغوتيراش في موسكو ونتابع في الملف الصحراوي الامم المتحدة تصف تقارير تدعي دعم المبعوث الامم الى الصحراء الغربية للموقف الاسباني حيال القضية تشويها للحقائق ونتابع ايضا تعديل قانون هيئة الانتخابات في تونس يثير جدلا واسعا لدى الطبقة السياسية والقانونية الى تفاصيل الاخبار رغم اعتداءات قوات الاحتلال الصهيوني ادى ازيد من 150 الف فلسطيني صلاة الجمعة بالمسجد الاقصى المبارك في القدس المحتلة واصب عشرات المصلين بجروح مختلفة اثر اقتحام قوات الاحتلال الصهيوني للمرة السادسة على التوالي بحاة المسجد الاقصى واستهدافها للمصلين في ساعات فجر الجمعة مستخدمة قلاب للغاز والضرب المبرح بالتزامن مع ذلك خرجت مظاهرات بغزة والاردن واليمن ضد تلك الاعتداءات في حين عبرت الامم المتحدة عن قلقها من هذه التطورات ثالث جمع الشهر الفضيل احتشد خلالها ما يربو عن 150 الف مصلي الى بيت المقدس والممنوعون من الدخول على حواجز الاحتلال لا يقلون عددا كسابقاتها لم تخلو هذه الجمعة من ممارسات الاحتلال الهمجية اقتحام للباحات والمصليات فترويع للمصلين غير ابه نشيبا كانوا ام شبابا ولم يستثنوا الولدان وحتى النساء المرابطات التي تصدين لعنجهية عناصر الاحتلال المستعملة طائرات مسيرة لانقاء القنابل المسيلة للدموع محاولة تشتيت لم يفلح فيها المقتحمون لباحة الاقصى في ثني المرابطين عن العدول عن مواصلة مواجهتهم لاقتحام عناصر الجيش تارة واستفزازات المستوطنين تارة اخرى باحات الاقصى كانت مسرحا تغولت فيه قوة الاحتلال فاعتدت بالعصي والرصاص المطاطي استعملت قنابل الصوت والغاز ما ادى الى عشرة الاصابات قال الهلال الاحمر الفلسطيني ان بعضها خطيرة ولم يسلم البعض من عمليات اعتقال وحتى طواقم الصحفية هي الاخرى كانت عرضة لها مجيئة جيش المحتل تكرار الاقتحام والاعتداء يقابله تحذير الجميع من نفلات الاوضاع الى انتفاضة يصعب على الكيان ومسؤوليه احتواؤها في ظل الازمات الداخلية التي يعيشها وتزايد الاحتقان الفلسطيني سواء رسميا كان او من فصائل المقاومة التي تلوح برد ما ان استمر التصعيد هذا ومن المنتظر ان يعقد البرلمانو العربي اليوم اجتماعا خاصا بالقاهرة لبحث تطورات الاوضاع في فلسطين المحتلة وكان البرلمانو قد ادان العدوان الغاشم الذي طال المقدسة الاسلامية في القدس واشار رئيسه الى اهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسيحية ودورها في الحفاظ على هوية المدينة المقدسة من الانتهاكات واكد بيان البرلمان مخرجة الاجتماع الطارئ للجنة الوزارية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والاجراءات الاسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة في شأن اخر اعلن الكريملين ان الامين العام للأمم المتحدة انتونيو جوتيريش سيزور روسيا الاسبوع المقبل للقاء الرئيس فلاديمير بوتين في اول اجتماع بينهما منذ بدء العملية العسكرية الروسية لاوكرانيا وقال المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف ان الامين العام للأمم المتحدة انتونيو جوتيريش سيصل الى موسكو ثلاثاء المقبل لاجراء محادثات مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف وسيستقبله ايضا رئيس الروسي فلاديمير بوتين اعلنت وزارة الدفاع الاوكرانية اعزنا روسيا اجراء استفتاء لضم خرسون وزابروتيا التين سيطرت عليهما في وقت سابقا بهدف ضمهما اليها في وقت اشار وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الى ان المفاوضات بين روسيا واوكرانيا تسير بوتيرة بطيئة لكن يمكن ان تأتي بنتائج مهمة من ثلاث جبهات دخلت نحو العاصمة سارعة هكذا كانت بداية الحرب الروسية في اوكرانيا ومع مرور الايام بدأت معركة النفوذ والسيطرة تزداد وتكتب فصولا جديدة بلغة المدافع والرصاص وفي الوقت الذي خفت فيه المعارك بغالبية الجبهات بدخول الحرب يومها الثامن والخمسين لا تزال العيون شاخصة نحو ماريو بول جنوبا حيث يتحصن اخر الجنود الاوكرانيين في المنطقة بمصنع ازوفستيل فحسب محللين فان مستقبل الحرب في الجنوب الاوكراني رهين بمصير ماريو بول وعلى خلفية ذلك كشفت موسكو عن نيتها للسيطرة على ضفة بحر ازوف بعد اعلان الكريملين عن اهدافه في المرحلة القادمة من العملية العسكرية حيث يعتزم الجيس الروسي السيطرة على الدومباس ليصل بذلك الاقليم بشبه جزيرة القرم المسيطرة عليها منذ 2014 الامر الذي اثار حافظة كييف وجعلها تصف موسكو بالامبريالية في غضون ذلك كشف رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون ان عشرات الاسكريين الاوكرانيين يتدربون في بريطانيا على استخدام عربات مدرعة وعدت لندن بتقديمها الى كييف بينما لم يخفي احتمالية ان تطول الحرب اكثر وعلى الطرف الثاني يقول مراقبون بان المفاوضات الروسية الاوكرانية تراوح مكانها وتتجه نحو طريق مزدود ان المفاوضات بين موسكو وكييف متوقفة التصريحة الوردة من كييف توحي بانها ليست في حاجة الى مفاوضات مع موسكو لا قد قدمنا اقتراحا الى المفاوضين الاوكرانيين منذ خمسة ايام وتمت سياغته مع الاخذ في الاعتبار تعليقاتهم لا يزال بدون جواب من جانبه قال الكريملين بان الرئيس الروسي فلودمير بوتين ابلغ رئيس المجلس الاوروبي شارل ميشيل انه لن يجري محادثات مباشرة مع نظيره الاوكراني فلودمير زيلنسكي الا اذا اصفرت المناقشات الجارية بين البلدين عن نتائج ملموسة نبقى في الملف الروسي الاوكراني وعلى الصعيد الاقتصادي ارتفعت العملة الروسية مقابل الدولار الامريكي خلال تعاملات الجمعة مع استمرار متابعة التطورات المتعلقة بالحرب في اوكرانيا وارتفعت العملة الروسية بنسبة ثلاثة بالمئة مقابل نظيرتها الامريكية الى ثمانية وسبعين فاصل ثمانية واربعين روبل وعن اداء الاسهم الروسية ارتفع مؤشر ام او اي اكس بنسبة السفر فاصل ستة وخمسين بالمئة الى الفين ومائتين وثلاثة وثمانين نقطة وخفف البنك المركزي والروسي هذا الاسبوع قليلا من ضوابط رأس المال للشركات التي تركز على التصدير خارج قطاعي السلاعي والطاقة تخذ روسيا حربا اقتصادية ومالية بعد العملية العسكرية في اوكرانيا والعقوبة المالية المفروضة على موسكو وتقود محافظ البنك المركزي ليفيريا نابولينا السياسات النقدية بحذر ودهاء وسط اصلاحات مالية غير مسبوقة بكبرياء القياصرة الروس تخوض هذه المرأة الحديدية حربا اقتصادية شعوى الفيرا نابولينا محافظ البنك المركزي الروسي يعتبرها الغرب احد افضل صناع سياسة النقدية في العالم سعود تاريخي لاحد اوثق الاطارة الروس بعد العملية العسكرية في اوكرانيا صدمت الغرب بتجميدها نصف احتياطي النقد الاجنبي الذي بلغ ثلاثمائة وعشرين مليار دولار يستشيرها بوتين في كل تفاصيل السياسات المالية ليعيد ترشيحها لولاية جديدة مدتها خمس سنوات على رأس البنك المركزي الروسي لمواصلة ادارة الملف النقدي وسط تداعيات الحرب على اوكرانيا وما تبعها من عقوبات اقتصادية على موسكو شغلت نابولينا المنصبة منذ عام الفين وثلاثة عشر وشغلت قبله منصبة وزيرة التنمية الاقتصادية والتجارة كما كانت اقرب المستشارين الاقتصاديين للرئيس صنفتها مجلة بريطانية عام الفين وسبعة عشر افضل محافظة بنك المركزي في اوروبا ودعاها صندوق النقد الدولي لالقاء واحدة من اهم محاضراته السنوية عام الفين وثمانية عشر لتختارها مجلة فريبس الشهيرة ضمن قائمة اقوى مئة امرأة في العالم يشيد الكثيرون بانجازاتها التي لخصها احدهم في ثلاث نقاط اولها اغلاق خمسمائة بنك روسي من البنوك الضعيفة وثانها كبح جماح التضخم من خلال فرض سياسة تقييدية واخرها وضع معدل المستهدف للتضخم عن طريق تعويم الروبل الروسي الدب الذي لا تستطيع قتله لا تجرح مثل روسي يحفظه زعماء موسكو وتجسده هذه المرأة بكبرياء النبلاء الروس ابنة سائق انقذت روسيا والروبل من الانهيار لتقلب موازين السياسة النقدية في هذا العالم في خبر اخر قالت ايران انها ارسلت الى الاحتلال الاسرائيلي عبر دولة اوروبية لم تكشف عنها ملفا يتضمن صورا وخرائط لمخازن السلاح النووي والبيولوجي والكيميائي للكيان واشارت الى ان هذه المواقع والمشآت ستكون هدفا لها في حال قرر شن حرب ضدها على حين غرة خرجت ايران لتكشف للعالم ما قالت انه ملف ارسلته الى الكيان الاسرائيلي عبر دولة اوروبية لم تسمها يتضمن صورا وخرائط لمخازن السلاح النووي والبيولوجي والكيميائي تابعة للاحتلال ستكون هدفا عسكريا لايران اذا ما قرر الكيان اشعال حرب ضدها تفصل طهران اكتر وتقول ان معظم الصور ارضية وليست فضائية بل انها وضعت اشارة حمراء على جدران تلك المواقع والمنشآت امر ربطه مراقبون بتحذير اطلقه الرئيس الايراني ابراهيم رئيس الاثنين الماضي من ان بلاده قد تستهدف الكيان الاسرائيلي في حال قيمه باي تحرك صغير ضد ايران التي تراقب عن كثب اي تحرك من جانبه وفيما يستقبل الكيان الاسرائيلي الملف الايراني لمواقعها العسكرية الحساسة يقول متابعون ان ضغوطه على الدول الكبرى لثنيها عن اعادة احياء الاتفاق النووي الايراني الموقع العام الفين وخمسة عشر ذهبت اضراج الرياح حتى وان كانت بذريعة ان الاتفاق لا يقدم ما يكفي لكبح برنامج تهران النووي او انشطتها العسكرية في جميع انحاء المنطقة على ما يدعي الكيان وعلى نقيضها سار اربعون مسؤولا حكوميا سابقا وخبراء امريكيون بارزون الذين حثوا الرئيس الامريكي جو بايدن على العودة عن السياسات غير المسؤولة بوصفهم لادارة سلفه دولاند ترامب محذرين من ان طهران على بعد اسبوع او اسبوعين من انتاج ما يكفي من اليورانيوم المخصب المستخدم في صنع الاسلحة النووية تواجه الرئيس الفرنسي القادم عدة ملفات تقيلة في ظل الازمات التي تتخبط فيها البلاد على عدة اسعدة توسع قاعدة اليمين المتطرف وتراجع نفوذ باريس في افريقيا فضلا عن الازمة الاقتصادية الكبيرة كلها ملفات ملغومة يمكنها ان تتفجر في اية لحظة لم تكون مهمة الرئيس القادم لفرنسا سهلة بل محفوفة بكثير من العقبات في ظل واقع فرنسي مليء بالالغام فانتشار الافكار اليمينية المتطرفة في الوساط الشعبية تكشفها المعطيات الانتخابية في جولة الاعادة التي اظهرتها استطلاعات الرأي والتي رفعت اسهم ممثلة اليمين مارين لوبان الى 49% بفارق نقطتين فقط عن ماكرون الذي بلغت نسبة تأييده 51% وسواء نرست نتائج الدور الفاصل من الانتخابات لصالح ماكرون او غارمته لوبان فان ملف انتشار الافكار اليمينية المتطرفة يكون له تأثيره البالغ على الساكن الاليزي الجديد ملف تقيل اخر يسبب صداعا مزمنا للرئيس القادم فالوضع الاجتماعي المتردي وتراجع القدرة الشرائية يشكلان هاجسا يلاحق الرئيس القادم في ظل توقعات بعودة الاحتجاجات التي شاهدتها باريس خلال اهدة الرئيس الفرنسي ماكرون والتي كادت ان تأتي على مستقبله السياسي لولا جرعة الامل التي زودته بها الحرب في اوكرانيا ورفعت من اسهمه الانتخابية فمعدلات التضخم والبطالة واسعار الغاز وارتفاع عدد المحتاجين الى مساعدات اجتماعية عناصر ليست بالسهولة مواجهتها ومن غير المستبعد ان تعيد الفرنسيين الى الشوارع بعد الانتخابات الموقف من الحرب الضائرة في اوكرانيا كان بمثابة طوق نجات تشبث به الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون في الوقت المناسب وان كان الرجل قد لعب جيدا في هذا الملف ما اعاد له توزنه السياسي الا ان ملفات خارجية اخرى يتعين على الرئيس القادم ان يفك شفرتها فالمستعمرات الفرنسية السابقة في افريقيا صارت ترفض النفوذ الفرنسي بل ونجحت دولة مالي في اخراج الوحدات الفرنسية من اراضيها بينما يتقلص النفوذ الفرنسي في دول الساحل بشكل لافت وخلصة القول انه مهما كان الواصل الى قصر الاريزي فان اهدته لن تمر عليه بردا وسلاما في تونس اطار المرسوم والرئاسي الموقع من قبل الرئيس قيس السعيد باستبدال اعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بسبعة اعضاء جدد اطار ردود فعل متبينة في البلاد حيث قال رئيس هيئة الانتخابات في تونس ان الهيئة لم تعد مستقلة بعد مرسوم الرئيس في مقال زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي ان الانتخابات ستفقد مصداقيتها بهيئة معينة من طرف الرئيس وفي وقت سابق اعلن الرئيس التونسي اكثر من مرة عن نيته ادخال تعضيلات على تركيبة الهيئة العليا الانتخابية عقدت الحكومة الليبية برئاسة فتح بشاغة اول اجتماع لها في مدينة سبها لعدم دخولها العاصمة طرابلوس واخلال الاجتماع قال بشاغة ان اعمال اجتماع حكومته يتضمن منقشة مشروع قانون ميزاني العام ومقترح جدول المرتبات الموحد وايحالته الى مجلس النواب للمرة الاولى منذ تكليفها اول اجتماع رسمي اعقدته حكومة فتح بشاغة في مدينة سبها جنوب البلاد بعد فشلها في دخول طرابلوس خلال الاجتماع اشار بشاغة الى انه يحرص على ان تكون الحكومة لكل الليبيين على غرار اقليم الجنوب الذي يعاني من الاقصاء والاهمال حسب تعبيره زاعما بان حكومته شرعية ومنبثقة عن سلطة تشريعية الاختلاف السياسي الذي امتد لسنوات نتج عنه انشقاق واقتتال يقول بشاغة الذي شغل في السابق وزيرا في حكومة السراج معربا عن استعداده للتضحية من اجل فضي الخلافات القائمة في جدول اعمال اجتماعه ذكر بشاغة بانه يتضمن مناقشة مشروع قانون ميزاني العام كما تطرق الى الجانب الامني والاسكري للحدود الجنوبية وايضا المقترحات المتعلقة بالخدمات الاجتماعية اضافة الى مسألة الايرادات النفطية في المقابل نجد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة وهو يجدد تمسكه المطلق لتوليه رئاسة الحكومة لحين اجراء الانتخابات وتسليم السلطة بعدها واصفا اي حديث غير هذا بانه مضيعة للوقت حسب قوله في غضون ذلك تحاول رئيسة البعثة الاممية في ليبيا سيفاني ويليامز البحث عن نقطة تقاطع ينتهي عندها الخلاف عبر تقريب وجهات نظر الطرفين رغم تعقيدات الازمة من خلال ضمان جداول زمنية واضحة لاجراء الانتخابات السبيل الاوحد الذي يخرج البلاد من ازمتها نفى المتحدث باسم الامين العام للامم المتحدة سيفان دوجاريك خلال مؤتمر صحفي عقد بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك ما تدولته تقارير عربية منسوبة لمصادر حكومية في مدريد زعمت دعم مبعوث الامم المتحدة للصحراء الغربية بموقف اسبانيا من القضية واصفا اياها بالمشوهة للحقائق إزالة الغبار عما تضمنته تقارير من مزاعم مضللة نسبت للمبعوث الشخصي للامين العام للأمم المتحدة سيفان ديمستورا تدعي دعم ديمستورا لموقف رئيس الوزراء الاسباني بيدرو سانشيز المنحاز لسلطة الاحتلال المغربي هو منوفي قطعا على لسان المتحدث باسم الامين العام الأممي غالبا ما تكون التصريحات حول مواقف وأنشطة المبعوث الشخصي للأمين العام للصحراء الغربية سيفان ديمستورا التي لم يتم الافصح عنها من جانبه أو عن طريق مكتبي تشويها للحقائق ويبدو أن ديمستورا الذي تفاجأ بموقف اسبانيا كان قد أبلغ بدعم مدريد للأمم المتحدة الساعية لإيجاد حل للقضية الصحراوية العادلة حسب ما أوضحه المتحدث باسم الامين العام الأممي المبعوث الأممي أوحط علما بدعم إسبانيا لعملية تسيرها الأمم المتحدة بشأن الصحراء الغربية للتوصل إلى حل مقبول من الطرفين بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن لا سيما أحدثها رقم 26-02 تقارير وإن أريد بها باطل فإن الحقيقة تكمن في أن الأمم المتحدة ماضية في مساعيها وما بادئها الداعية لاحترام حق الشعوب في تقرير مصيرها وهو حال شعب الصحراوي المضطهد من المحتل المغربي لأزيد من أربعة عقود والذي ينتظر تمكينه من اختيار حقه في تقرير المصير والاستقلال في أفغانستان قال قائد ولاية قندوز شمال البلاد إن انفجارا وقع في مسجد للسنة أثناء صلاة الجمعة وإن عشرين شخصا على الأقل سقطوا بين قتل وجريح هذا ولم تعلن أي توجهة مسؤوليتها عن الحادث حتى الآن وكانت عدة انفجارات وقعت أول أمس في مدينتي قندوز ومزار شريف بشمال البلاد وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عنها في اليوم العالم للأرض يرفع ناشطنا بإيون شعارا استثمروا في كوكبنا بهدف تحفيز الجهود الدولية من أجل مواجهة التأثيرات السلبية للتغير المناخي على الكوكب والعمل على إيجاد حلول إنسانية أسرع للمحافظة على الطبيعة وتشجيع الناس على الاهتمام أكثر بالطبيعة عندما تعج البحار بنفية البلاستيك وتلتهم الحرائق الغابات وتزداد كوارث الأعاصير في المحيطات ويواجه البشر فيروس كورونا كوباء عالمي ضيصلة بصحة النظام الإيكولوجي تكون الأرض ترازل سكانها للتصالح مع الطبيعة أمام هذا الوضع اعتمدت منظمة الصحة العالمية الثاني والعشرين أفريل من كل عام حدثاً صنوياً للاحتفال بالكوكب الأم بهدف زيادة الوعي البيئي بعد حدثة تسرب نفطي في مدينة سانتا بربرا في كاليفورنيا الأمريكية عام 1969 والتي أسفرت عن مقتل عشرة ألاف نوع من الكائنات البحرية ليخرج بعدها الملايين احتجاجاً على الأضرار البيئية الناجمة عنها استثمروا في كوكبنا شعار اختاره ناشطون بيئيون عنوان العام كنداء للتوعية حول قضايا المناخ ولإيجاد حلول للمشاكل البيئية التي تهدد الطبيعة وصحة البشر فوفقاً لمنظمة الصحة العالمية فإن سبعة ملايين شخص يموتون سنوياً في مرحلة مبكرة بسبب تلوث الهواء فضلاً عن تسعين في المئة من سكان العالم يعيشون في أماكن تزداد فيها نسبة التلوث في الهواء فيما يعتبر الأطفال والنساء والعملون في البيئة الخارجية الفئة الأكثر تضرراً نهيك عن تزايد وفيات سرطان الرئة أما الأمر الأخطر حالياً فهو ارتفاع مستويات تلوث الهواء الذي قد يؤدي إلى الوفاة بفيروس كورونا ويمثل يوم الأرض العالمي دعوة جماعية نذكر فيها أنفسنا أننا بحاجة إلى ممارسات إيجابية تكون منسجيمة ومتوافقة ومتصالحة مع الطبيعة والصحة فدع كوكبك يحفظك ليمتعك ويلهمك يعيش أكثر من 150 مهاجراً من الأفغان منذ أكثر من شهرين في مخيم مؤقت أقيم في حديقة بضواح باريس التي أعلنت تخصيص المكان لاستقبل اللاجئين الأوكرانيين ما أثر استياءاً لدى الأفغان بسبب هذا التمييز يستعد محمد لقضاء ليلة أخرى في خيمته وسط هذا المخيم للأفغان المنفيين والفرين من جحيم الحرب في بلدهم هنا بضواح العاصمة الفرنسية لكن بعد سبعة أشهر من إقامتهم فوجئوا بقرار سلطات الفرنسية استقبال اللاجئين الأوكرانيين الفرين بدورهم من الحرب الروسية في نفس المكان وإزاحة الأفغان منه خطوة أثارت استياءهم مما اعتبروه ميزاً واضحاً أنت تصل كل صباح أليس كذلك؟ أريد ذلك أيضاً كل صباح أريد أن أستيقظ وأكون قادراً على الاغتسال لأنه رمضان الأوكرانيون يأتون مباشرة إلى هنا وقد حصلوا على السكن وكل شيء وتم قبولهم وكل شيء سهل بالنسبة لهم ولكن بالنسبة لي والأفغان هذا هو الوبع معاناة هؤلاء لا تقف هنا فبرودة الطقس عمقتها قلة الطعام الذي يحضر بالطرق التقليدية معاناة تحاول الجمعية الخيرية تخفيفها بتوزيعها بعضاً من الطعام عليهم خلال شهر رمضان نظراً لأنه من الممكن للأوكرانيين فمن الصعب جداً تخيل أنه لا يمكن للأفغان والسوريين والإيرتريين والناس من كل مكان إنه صادم في الواقع ازدواجية المعايير والإجراءات الحرب في أوكرانيا كشفت عن ميز في التعمل مع لاجئين يمرون بنفس الظروف ويستوجب نفس الإجراءات الإنسانية التي غالباً ما تتغنى بها المنظمات الحقوقية دون أن تجد لها طريقاً إلى التجسيد تهاية والنشرة شكراً على المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة